قصة الزبيح إسماعيل عليه السلام من أرواع أمثلة التضحية التي حكاها القرآن الكريم ما جاء من نبأ نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام إذ لما أقام إبراهيم الحجة على قومه حكموا عليه بالإعدام حرقا فأنجاه الله تعالى من النار وجعلها عليه بردا وسلاما قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلما يئس من إيمانهم فركهم وهاجر من بلاد بابلة إلى بلاد الشام وفي أثناء الهجرة دعا ربه أن يرزقه الذريات الصالحة لتكون عونا له على الطاعة وأمسا له في الغربة وعوضا له عن قومه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشره الله تعالى بغلام حليم وهو نبي الله إسماعيل عليه السلام وقد ولد له وهو على رأس ست وثمانين سنة فبشرناه بغلام حليم ولما كبر إسماعيل وبلغ سن القدرة على التكسب أخبره أبوه أنه رأى في المنام أنه يذبح ورؤيا الأنبياء حق ودعاه وهو لابن الصالح إلى التفكر في عاقبة هذا الأمر وكان اختبارا عظيما من الله لهما فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى ولم يتردد الابن في تنفيذ ما أمر الله أباه به إذ قال في الحال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما حان وقت التنفيذ أخذ إبراهيم ابنه إسماعيل عليهم السلام وأضجعه على جبينه وقعت المفاجأة فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم في اللحظات الأخيرة افتدى الله لابنه بكبش عظيم فكفى الأب عن تمرير السكين وصارت الأطحية سنة المسلمين لإحياء سنة الخليل وقد أثنى الله تعالى على إبراهيم عقب هذا الموقف هذا الموقف الثناء الكبير سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وأعطاه من فضله وكافأه بما يكافئ به المبتلين الصابرين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وتؤكد هذه القصة وجوب الاستسلام لله والخضوع لأوامره فهو عنوان كل فلاح في الدنيا والآخرة وتؤكد أن أصل التوحيد هو محبة الله تعالى فقد ابتلى سبحانه إبراهيم في محبته له وتقديمها على محبة ابنه فأمره بذبحه ليختبر تلك المحبة فلما حصل المطلوب وقع الفداء ترجمة نانسي قنقر